اشتركوا في القناة صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة صحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين يعني نفتح هفاق التواصل معكم نستقبل في هذا البرنامج اتصالاتكم اقتراحاتكم ملاحظاتكم ما بقول شكاويكم ولكن كل شغلة ممكن أنها تساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فنحن يعني نستقبل هذه الآراء وهذه الملاحظات عبر الأرقام التالية 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 معنا اليوم في فريق العمل عندنا نجاة السويدي في التنسيق صباح شر الله بالخير نجاة في الإعداد يوسف سعد في الإخراج ميثة بنبيات صباح شر الله بالخير ميثة إذن مستمعين نبتدي معاكم برنامجنا بهذه الدراسة اللي تقول أول جراح روبوت ذاتي القيادة تطور علماء مستشفى بوستن للأطفال روبوتا جراحيا جديدا يمكنه ذاتيا توجيه دوات الجراحين مباشرة إلى القلب مثل السيارة ذاتية القيادة داخل الجسم ابتكر علماء القصطرة توجه ابتكر علماء القصطرة يعني هذه التقنية توجه نفسها عبر الجسم ذاتيا لتفادي الأخطاء المحتمل التي يمكن أن يرتكبها الجراحون ويتميز الروبوت الجديد بكاميرا تتيح رصد حركته وكذلك أجهزة استشعار تعمل مثل أجنحة الحشرات ثم تقارن المعلومات الحسية ببيانات التصوير من عمليات الجراحية الأخرى لمساعدة الروبوت على تفسير ما يحصل في محيطه مما يقلل الحاجة إلى الأشعة يقال أنه يمكن للروبوت القيام بالعمليات الروتينية ما يتيح للجراحين مزيدا من الوقت والطاقة للعمل على المشكلات المعقدة وفي الوقت الحالي يأمل الخبراء في إجراء عمليات جراحية كاملة بواسطة الروبوتات ولكن إدارة الأغذية والأدوية حذرت من أن بعض العمليات الجراحية الآلية قد تكون أقل فعالية من العمليات اليدوية إذن نستشرف مستقبل الطب وين رايح اليوم الروبوت يدخل فيه العديد من العمليات شفناها في عمليات خاصة بالقسطرة بالقلب وغيرها مثل هذا الروبوت أكيد رح يكون نقلة نوعية وثورة في القطاع الصحي فإن شاء الله يا رب يعني الأمور كلها تكون تصب في علاج الكثير من الأمراض اللي ما لها علاج حقيقة أو أن تسهيل خروج المرضى وتعافيهم من المستشفيات طيب البيان الصحي هذا ملحق تصدر هيئة الصحة بدوبي بتعاون مع مؤسسة البيان البيان الصحي فيه العديد من المواضيع والعديد من الدراسات أنا بختار لكم يعني واحد من الدراسات اللي نستعرضها في هذا الملحق الصحفي اللي يطلع مستمعين كل يوم أحد مع جريدة البيان يقول ابتكر علماء من الولايات المتحدة دواء مثاليا لقمع نشاط الانزيم الذي يساعد على تطور الإيدز وتمكن علماء البيولوجيا الجزئية بجامعة ييل الأمريكية من ابتكار مستحضر فعال جدا في قمع نشاط الانزيم الذي يساعد فيروس الإيدز في الدخول إلى الحمض النووي للخلية كارين أندرسون تقول بعد اختبار الدواء على الفئران المخبرية جرعة واحدة من دقائق النانو المحشوة بمادة سموها هما ماينس ون تمكنت من حماية الخلايا تي في الفئران من الموت وأبقى تركيز الفيروس في أدنى مستوى لمدة ثلاثة تسابيع من المادة سالب واحد قادرة على التعامل مع جمع السلالات السريرية التقليدية لفيروس نقص المناعة البشرية وكذلك منع نسخه العقاقير كما أشار العلماء إلى أنه يمكن للمصابين بنقص المناعة البقاء على قيد الحياة لعشرات السنين بواسطة العقاقير المضادة للفيروسات التي تقمع مراحل مختلفة من تكاثر الفيروس في خلايا الجسم ولكن بسبب آثارها الجانبية يضطر للطباء غالبا إلى وقف استخدامها لعدة أسابيع يسمح هذا التوقف للفيروس بالتكاثر من جديد ليعود إلى حاله كما كان قبل تناول الدواء لذلك يعمل العلماء خلال السنوات الأخيرة على ابتكار دواء أو أسام مضادة تساعد في تجنب الهجوم المعاكس للفيروس ودرست أندرسون وفريقها العلمي بنية أحد أهم مكونات الإيدس وهو أنزيم يستخدم الفيروس للتعرف على الشريط الأحادي الحلزوني للحمض النووي RNA وتحويله إلى سلسلة DNA ثنائية لتدخل في بنية جينوم الخلية المصابة كما استخدم الفريق العلمي في معظم التجارب المكرسة لحل هذه المسألة نماذج افتراضية للفيروسات والخلايا وفي النتيجة اكتشف الفريق عشرات الجزئيات من المادة سالب 1 أو مينس 1 القادرة على قمع نشاط هذا الإنزيم طيب الوقاية خير من العلاجة يعني الواحد يحاول أن يقي نفسه من أسباب هذه الأمراض وما في أفضل من أن كنت تتبع نمط الحياة الصحي اللي تحاول من خلال أن كنت قد ما تقدر تبتعد عن المسببات الخاصة بالأمراض أيضا من الأشياء المهمة جماعة الخير بما أننا نحن يعيين على شهر رمضان المبارك ما باقلنا إلا أيام قليلة إن شاء الله يبلغنا وإياكم شهر رمضان نتمنى من خلال هذا الشهر أن نبتدي عملية تغيير السلوكيات اللي نحن نتبعها وأي دمور هذا الشهر سبحان الله يعني شهر فضيل فيه الكثير من الروحانية وأيضا هي طريقة سليمة لاستبدال العديد من العادات السيئة للواحد ممكن أن يسويها على مدار السنة تقدر من خلالها تنظم أكلك تنظم حياتك بشكل كبير نفسيتك أخلاقك تتحسن مع الناس كل هذه الأمور شهر رمضان هي فرصة أن الواحد يتبع فيها هذه السلوكيات لكن للأسف ساعات يصير العكس تحصل واحد أول يوم رمضان وأخلاقه في خشمة يا إنك لين يومين ثلاثة أيام عقب تبتدي تتحسن السؤال في الزميل جمال مطر فقال لي في رمضان يعني الواحد أول يومين ثلاثة قلت لي سبحان الله أنا في رمضان أحس أن أخلاقي تتحسن يقول لي شو جمال هذا الإنسان هو جمال واسمه جمال يعني يقول والله أنت أخلاقك زينها طول السنة جانا أطلعها أضحك ما أدر حيني يمدحني يذمني الله العالم لكن عموما هي فرصة لتغيير نمط حياتنا طيب ما نتكلم عن التغذية بعد الفاصل إن شاء الله ما نطلع فاصل مسلمين أو اللي حاب يشاركنا بتكون عندنا يعني بيكون موضوعنا أهمية النشويات لجسم الإنسان ما نطلع بعد الفاصل ما نتكلم عن هذا الموضوع فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي عبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا مستمعين 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على 4-0-6 متواصلين معاكم وأيضا فقرتنا التغذوية لحلقة اليوم ما يتحدث فيها مستمعين عن النشويات النشويات يمكن يعني هي مرتبطة عادة بالكربوهايدرات وبالسكريات وغيرها من المركبات شو سالفتها وكيف هي مهمة لجسم الإنسان معانا عبر الهاتف خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي الأستاذة سامية العثامنة صباح الخير أستاذة سامية صباحكم نور وسرور صح وسعيد يا هلا يا هلا اليوم موضوعنا عن النشويات لجسم الإنسان خلينا نتكلم أنا لعرفة أن النشويات عبارة عن أنواع يليت أول شيء ناخذ بس صورة عامة عن أنواع النشويات وبعدين نتكلم عن فوائدها للجسم الحقيقة بداية قبل أن نبدأ فوائد النشويات دائما النشويات أي مراجع يجينا العيادة هي المتهم البريء دائما نقول أنا وقفت النشويات بغض النظر عن حالة الطبية أو الصحية أو الغرض من زيارة الأخصائي التغذية وكأنها هي دائما متهمة بحدوث العديد من المشاكل داخل الجسم اليوم إحنا هدفنا نواعي الناس شو أهمية النشويات وشو هي النشويات النشويات هي أهم مقونات النظام الغذائي وإحنا درسنا في المدرسة ودرسنا في المراحل الدراسية حاجة اسمها الهرام الغذائي هي النشويات في قاعدة الهرام وهي جاءت في قاعدة الهرام ليس عبثا جاءت في قاعدة الهرام وتحتل أكبر حيز وأكبر مساحة من الهرام الغذائي وذلك لأهميتها فدائما في أي نظام غذائي نحن نسعره رجاء ما نستثني مجموعة النشويات مجموعة النشويات مهمة جدا وهي أنواع عديدة مثل ما حضرتك تفضل إذا اخترنا النوعية الصح والنوعية التي تناسب جسمنا والكمية التي تناسب جسمنا بإذن الله ما رح تحصل عندنا أي مشاكل أنواعها أو شو هي النشويات أو بنسميها الكاربوهايدرات يندرج تحتها البطاطا الحمص العدس البقوليات جميع أنواعها البطاطا الخبز ومشتقات والماكرون الباستا هذه كلياتها هي نشويات أنواعها كتصنيف في نشويات معقدة يعني معقدة التركيب ومعقدة الانتصاص في الجسم وهي الأفضل للجسم الأفضل أنه نستهلكها وفي عنا حاجة بنسميها الكاربوهايدرات البسيطة أو النشويات البسيطة النشويات البسيطة مثل السكريات الحلويات السكر المكرر سكر المائدة الكيك اللي بنحطه بالجمعية الخبز الأبيض هذه يفضل التقليل منها قدر الإمكان لأن الجسم يستهلكها بسرعة وبالتالي تكون الفوائد اللي فيها قليلة جدا هاي بالنسبة لي أنواع النشويات جميل تذكريني بس أمثلة على هذه النشويات المركبة والمعقدة هذه نعم مثلا عندنا الخبز نوعين عندنا خبز أسمر ودائما نوص الناس بالخبز الأسمر في عندنا الخبز الأبيض الخبز الأسمر وذلك الاحتواء على الألياف فهو معقد يعني أنه لما يدخل الجسم بحاجة لعمليات أيضية كبيرة عشان أنه الجسم يحطمه فهو بالتالي مفيد جدا وجود الألياف فيه عطيقة إضافة وما يدوب في الماء يعني تقريبا لا هذه أنواع الألياف اللي تذوب في الماء وما تذوب في الماء لكن تنشويات هي طريقة تكسيرها في الجسم المعقدة يعني تكسيرها في الجسم معقد فبالتالي توصل الدم ببطء فما تسبب ارتفاع سريع في سكر الدم في نشويات نباتية ونشويات حيوانية لا مصدر الكاربوهايدرات هو نباتي نباتي أوكي ما في أي شيء من نصم البروتينات قد يكون فيها حيواني ونباتي لكن النشويات هي 100% من المصادر نباتية جميل خلينا نتكلم عن فوائد النشويات للجسم بشكل كبير مرة ثانية بحب أركز أنه يعني الأشخاص اللي بعملوا أي أنظم غذائية سواء بيأخذوها من الانترنت أو بيأخذوها من ناس مش مرخصين من مزاولة المهنة أي نظام غذائي يخلو من النشويات ضروري نحط تحت 100 خط أحمر هو نظام فاشل النشويات يا جماعة مهمة جدا ورح نسرد بعض الفوائد فوائدها عديدة لكن أي نظام غذائي لا يحتوي نشويات هو نظام فاشل نظام فاشل ونظام بالعكس يضرب الجسم جميل جميل هذه نحط عليها أضرار استثناء النشويات شو بيصير عند الشخص إذا وقف النشويات في نظامه إذا سمح لنا الوقت رح أتكلم تفضلي نتكلم عن فوائد النشويات مثل ما قلنا في قاعدة الهرم وهي أكبر مساحة من المجموعات الغذائية تحتوي على نسبة عالية من الألياف وهي التي تساعد على تحسين عملية الهضم في المعدة وبالتالي الجسم ما بيكون عنده فضلات زيادة الإصابة بالإنساك تكون قليلة جدا أو معدومة مرور الفضلات يكون سهل جدا في الجسم تساعد على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي بشكل كامل تعطينا الطاقة الأساسية للتركيز للتفكير يعني عصابنا والدماغ ما بيشتغل بدون جلوكوز بدون طاقة بدون بترول مصدر هاي الطاقة هي النشويات أو الكاربوهايدرات تساعد على تقوية الذاكرة وتنشيطها ليش؟ لأن فيها فيتامينات بي المهمة للأعصاب تزيد من القدرة على التركيز الأشخاص اللي ما بتناولوا نشويات وهذه دراسات مثبتة علميا لقوا أنه في عندهم بينسوا ما بيتذكروا وين مثلا تركوا أشياؤهم وين شافوا أشخاص محددين وذلك بسبب أنهم استثنوا النشويات تحسين وظائف المخ بشكل عام المحافظة على نسبة الكوليسترول أو الدهون الثلاثية معتدلة وذلك إحنا إذا أخذنا النشويات المفيدة المعقدة التخلص من مشكلة الجوع المستمر هي تمنحنا الإحساس بالشبع يعني أنا لما باكل خبز أسمر أبدأي أفطوري بخبز أسمر بيكون أنا شبعان طول اليوم أو لو أخذت مثلا رقائق حبوب الأفطار المدعمة بالألياف أنا بدل ما أجوع بعد ساعة أو بعد ساعتين أنا بكون عندي فترة الشبع مستمرة لغاية أربعة أو خمس ساعات ويمكن أكثر أيضا من فوائدها تساعد على صحة القلب تحمي من خطر الإصابة بأمراض عديدة منها أمراض الشرعيين ومثل ما تكلمنا ارتفاع الدهون وتساعد أيضا على الضبط التركيز والتوازن بين الأملاح في الجسم وذلك بسبب احتواءها على عدد من المعادن المهمة لصحة القلب تحتوي على بوتاسيوم تحتوي على ماجنيسيوم تحتوي على فتفور وهي بالتالي مهمة لكل وظائف الجسم ابتداءا من القلب البنكرياس وانتهاءا بالمخ والأعصاب فهذه ملخص لبعض فوائد النشويات في الجسم طيب كنت تبغي تتكلمين عن الأضرار نعم إذا استثنين النشويات من الجسم يعني ياريت مثل ما خبرناكم أنه ما في نظام غداء يكون ما في نشويات نهائيا هنا بيصير استاذ سامي استاذ سامي عموما نحن المعتقد الساد عند الناس أن عدم تناول النشويات هو الحل الأنسب لفقدان الوزن بطريقة سريعة هذا الاعتقاد الخاطئ اللي الناس كلهم يطيحون في هذه المشكلة زين وهذا الموضوع مثل ما ذكرت أنت ممكن يسبب مشاكل صحية كثيرة نعم يعني القرام الواحد من النشويات يعني خلينا نجي نبسط المعادلة والقرام الواحد من البروتين هي المواد الغذائية صلاة بروتين ودهون وكربوهايدرات القرام الواحد من الكربوهايدرات يعطي نفس السعرات الحرارية في قرام واحد من البروتين اللي هو أربع سعرات حرارية فشو الحكمة أو العبرة أن أنا أوقف في النشويات وأخذ بروتين إذا كان كلهما يعطيني نفس السعرات الحرارية إذا كان الطريقة التحضيري للكربوهايدرات هي طريقة سليمة ما أضيفش زيوت كثير ما أضيفش فيها دهون ما أضيفش فيها إضافات مثلا هي اللي تزيد السعرات الحرارية فهي المتهمة وليست النشويات هي المتهمة في زيادة الوزن أو زيادة السكر في الجسم جميل الأضرار يعني إذا حطيناها في نقاط شو ممكن تكون أضرار استهلاك كميات عالية من النشويات يعني أنا بالنهاية كمان في عندي قاعدة اسمها الوسطية والاعتدال لا ضرار ولا ضرار بالضبط أتناول الكميات المسموحة إلي من النشويات بناء على السعرات الحرارية اللي أحتاجها إذا الشخص بالغ مثلا أو فيه ناس يعني حسب البلدان اللي إحنا بنعيش فيها نمطم الغذائي استهلاك عالي من السعرات الحرارية معظمها يأتي من النشويات هذا كمان غير موصفي إذا الشخص تناول كميات كبيرة من النشويات قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الكوليسرول في الدم قد تؤدي إلى حدوث اضطرابات في غدة البنكرياس وذلك لأن النشويات تفرض على الجسم إنتاج العديد من الكميات كبيرة من الإنسلين والإنسلين يأتي من البنكرياس وهذا قد يؤدي تبعا إلى الإصابة بأمراض السكري قد تؤدي إلى زيادة الوزن مثل ما اتفقنا أنه إذا كانت طريقة تحضيرها أو طبخها هي صحية وإذا كانت الكمية أيضا زيادة عن الكمية الموصفة بها من قبل الطبيب أو خصائي التغذية قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض تصلوا بالشرايين ارتفاع ضغط الدم عن الحد الطبيعي قد تؤدي إلى قدر الله أزمات قلبية بس في حالات قليلة جدا منها ممكن كمان قلة الحركة الخمول يعني الشخص اللي بتناول كمية كبيرة من النشويات مثلا كمية كبيرة من العيش أنت تتغذى وتحس نفسك على طول عاوز تنام أو تحس عندك خمول فهذه من بعض أضرار النشويات مثل ما قلنا إذا تم تناولها بكميات أكبر من الكميات الموصفة بها من قبل الطبيب أو خصائي التغذية والله انتهي ذكرتي شغلة يعني الواحد يسيه تغذى عند الوالد ما يدري الوالدة شو حاطة إلا مخدر في الأكل ما تدري هذا بسبب النشويات فعلا يأكل ومنهاك خراص يدوغ ما يشوف شيء ثاني جدامة لأنه سبحان الله يكون كل تركيز الأعصاب في الجسم على المعدة لأنك تناولت كمية كبيرة فالدورة دموية ما ترومين ما تأكلين كمية كبيرة يعني الوالدة يارسج الدامة ما ترومين تأكلين كمية قليلة ما ترومين اتدلعك اتدلعك الوالد الله يخليها ويطول عمرها يا رب ويطول أعمار أمهاتكم جميعا إن شاء الله ويرحم أمهاتكم كذلك دنيا وآخرة شكرا جزيلا من خصائية التغذية الصحية والعلاجية في هيئة الصحة في دبي سامية العثامنة على هذه المعلومات المهمة كل عام أنت طيبة مقدمة وإنتم خير نتمنى لكم إن شاء الله رمضان صح وسليم وخالم إن شاء الله من الأمراض والمشاكل المرضائية وتكون إن شاء الله فرصة لتغيير العديد من السلوكيات إن شاء الله نعمل الخاطئة عند الناس شكرا جزيلا السادة سامية شكرا نعطيك معي شكرا نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل نتكلم عن واحد من البرامج الجميلة جدا اللي استحدثتها هيئة الصحة بدوي وبالتحديد إدارة الموارد البشرية لموظفينها هذا البرنامج اسمه رواد الصحة طبعا فتح آفاق التدريب والتأهيل بشكل حديث ومبدع لإيجاد صف ثاني قوي قادر على تحمل المسؤوليات والتحديات القادمة للقطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص وهيئة الصحة بدبي عموما ما نتعرف على هذا البرنامج بعد الفاصل فابقوا معنا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام يضحك عيسى عيسى لأنه متعود قبل أن يطلع لهوه لازم يشرب لي يغمة ماء فاليوم ميثة ويانا ميثة ما سويت لي سالفة على طلعت الفيدر فوق عموما أرقام التواصل معنا مستمعينا 600-55-14-14 أو عن طريق رسال نصية على 400 نحن قبل الفاصل قلنا ما نتكلم عن واحد من البرامج التدريبية الرائعة والجميلة هذا البرنامج برنامج الإعداد والتدريب والتنمية المهنية في جميع التخصصات هذا يمثل أولوية قصوى في أجندة هيئة الصحة بدبي طبعا هو جزء أصيل من سياسة تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة وأيضا المرتكز الأساسي لتمكين العنصر المواطن من أداء مسؤولياته وفق أعلى المعايير برنامج رواد الصحة بمجالاته وأهدافه يعد واحد من الأدوات المهمة التي تستخدمها هيئة الصحة بدبي لإعداد القيادات داخل الهيئة وفي مختلف الصفوف والمستشويات الوظيفية أيضا هو يعني إذا خذناه بيعد أنه مدخل حقيقي وعملي لتحقيق الاستثمار الأفضل في الكوادر البشرية طيب الانطلاقة عندنا للدورة الثانية يتبعد نجاح الدورة الأولى التي قدرت يعني الهيئة يعني تعد العديد من القيادات المتميزة من الصفين الثاني والثالث في مختلف التخصصات اليوم هذه الدورة أتي في وقت هيئة الصحة بدبي تواصل تطوير وبذل الجهود في يعني الهيكلة الجديدة للهيئة الهيكلة التنظيمية الجديدة التي حقيقة يعني خرجت لتتوافق مع متطلبات المرحلة ومقتضيات المستقبل القادم واللي حقيقة تستدعي كل مقومات المؤسسة الصحية الناجحة اللي تعتمد في الأساس على الكادر البشري طيب نحن نبغي نتعرف على هذا البرنامج برنامج رواد الصحة فكرته وأهدافه طولت عليك السادة ميعاد الهاشمي مسؤول برنامج رواد الصحة في إدارة الموارد البشرية أوشي صباح الخير صباح النهار أنا تعمت أطيل في هذه المبادرة لأن مثل هذا البرنامج برنامج قيم جدا الناس لازم يعرفون أن هناك يعني الكثير من البرامج التدريبية والتطويرية التي تسعى من خلال هيئة الصحة في دبي للاستثمار في العنصر البشري فيها وبالأخص أيضا العنصر البشري المواطن فخلينا نأخذ نبذة عن الدورة الثانية لبرنامج رواد الصحة ومحاورها الأساسية التي اعتمتوا عليها في التدريب أكيد إن شاء الله صباح الخير على جميع المستمعين معنا يمكن أقدر أعطيكم نبذة بسيطة ومختصرة عن برنامج رواد الصحة للمرحلة الثانية برنامج يهدف جميع قيادات الهيئة سواء الكادر الإداري أو الصحي بمختلف مواقعها يعمل البرنامج هذا على تعزيز القدرات في مجال القيادة وإيضا اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتعزيز ثقافة التمييز والابتكار في المجال الصحي تم التعاون خلال هذا العام مع الشركة الاستشارية العالمية جنرال الاكتراكت للرعاية الصحية مدة البرنامج كانت ما يقارب ثمن أشهر محاور أو نقول مراحل البرنامج ابتدى البرنامج بالتقييم والتغذية الراجعة لجميع منتسبي البرنامج بناء عليه تم تشكيل هذا البرنامج المرحلة الثانية كانت عدد من ورش العمل كانت عبارة عن في مختلف المجالات منها التصميم والتفكير في الرعاية الصحية التسارع والتدريب الشخصي أو ما يسمى بالكوتشنج وصناعة الاستراتيجية وسيناريهات المستقبل في القطاع الصحي المرحلة الرابعة كانت عبارة عن مقارنات أو زيارات معيارية مع أحد من المستشفيات العالمية اللي عندنا اللي هي جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية والمرحلة الأخيرة اللي إن شاء الله رح تكون خلال السبوع القادم هو مشروع التخرج عرض مشاريع المنتسبية للبرنامج على قادة هيئة الصحة بدبي ومدير عالم هيئة الصحة بدبي جميل يعني برنامج كامل شامل متكامل كم تقريبا عدد المشاركين عندكم في الدورة الثانية عدد المشاركين كانوا ثلاثين منتسب من قيادات الصف الأول والثاني سواء كان كادر صحي أو إداري يعني الكادر الصحي والإداري مع بعض نعم نزين الأهداف اللي سعيتوا لها على وجه التحديد أستاذ ميعاد طبعا أهداف برنامج رواد الصحة بشكل عام له ضمان وإعداد وتطوير الكوادر القيادية في هيئة الصحة بدبي للوصول على المستويات العالمية تعزيز ثقافة القيادة الابتكارية في جميع أنحاء الهيئة تمكين الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤية الدبي 2021 وأخيرا تعزيز ثقافة الأداء المتميز وإدارة التغيير في الهيئة ممتاز يعني الحين نحن على مشارف انتهاء الدورة الثانية أنا أبغي أخذ تقييم لهذه النتائج يعني أرأت بشكل شخصي كيف شايف البرنامج بالمقارنة مع الدورة الأولى المنتسبين في السوم هل تحسين أنه يعني استفادوا أكثر من الدورة الأولى أبغي أخذ رأيت الشخصي في هذا البرنامج طبعا بناء على الدورة الأولى لبرنامج رواد الصحة الفيدباك أو التغذية الراجعة ليت لنا من قبل موظفي وسمعة البرنامج اللي كانت مفيدة لجميع موظفي هائة الصحة كان فيه إقبال عليه وكان عدد الترشيحات وحرصهم والتزامهم بالمشاركة في هذا البرنامج لأنه كان لها أثر إيجابي وشافوه يمكن على قادة هيئة الصحة في دبي ومثل ما نقول بناء على الهيكل التنظيمي اللي طلع له هيئة الصحة في دبي والمجالات اللي وفرتها الهيئة لجميع قادة الهيئة طبعا حمسهم كثير بالمشاركة وكان فيه التزام كبير وفي دباك كان وايد إيجابي من متسبي البرنامج للانتساب لهذا البرنامج صراحة جميل نحن لاحظنا مخرجات الدفع الأولى نشوفهم حاليا في قيادات الصف الأول بإعداد كبيرة موجودين في قيادات الصف الأول والثاني بشكل كبير فاليوم اللي يتم اكتسابه في هذه الدورة يمكن من خلاله أن ننقل الخبرات المكتسبة من رواد الصحة إلى الموظفين الآخرين فهي عملية مستمرة عملية مثل الخلية تتكاثر يعني عرفتي فمخرجات البرامج هذه ممكن أنها تصب في لباقي لباقي الموظفين فعشان شيئا أنا أريد أن أتكلم الحين عن هذا الموضوع شو اللي يتم اكتسابه في هذه الدورة الواحد ممكن أنه يوصله لزملاء الموظفين صحي طبعا البرنامج مثل ما قلنا برنامج شامل تأهيل القادة إداريا وأيضا تأهيل القادة في تطوير الخدمات الصحية ويمكن هذا شافوه بعد أكثر في زيارة الميدانية اللي كانت في جون هوبكنز طبعا هنا دور القادة بنقل المعرفة هاي لموظفينهم عن طريق عن طريق مشاريع العمل اللي يأهلون أو يعطون فرص لموظفينهم بأن يديرونها وبعدين يكون في إشراف مستمر من قبلهم لموظفينهم ومثل ما نقول تعريفهم بالآليات والأساليب الحديثة التي تم اكتسابها في البرنامج وتطبيقها في مشاريع الهيئة لإنجاز مشاريع الهيئة الاستراتيجية جميل أنا خلينا أخذ هذه المداخلة ألو ألو يا أهلا دكتور جمال السلام عليك أخي محمود سيف حالك طيب الله يسل الله يخليكم دكتور يعني نحن نرتقين بما أن كنت واحد من الأشخاص اللي شاركوا في هذا البرنامج كنت أبغي يعني هذه خدتنا ميعاد موجودة بعد في الستوديو فياسين نتكلم عن هذا البرنامج برنامج رواد الصحة فما أعتقد يعني فيه حد أفضل أن يتكلم عن هذا البرنامج أكثر من الشخص اللي انتسب لهذا البرنامج صلاة نبي ما شاء الله أول شيء أعطيكم العافية ومشكرا للصلاة علي الصلاة السلام الكلام أنا أخذ أخذ بيسيم بالكلام أشوف الأخذ ما شاء الله كلامها شامل يعني أول شيء أعطيكم وجهة نظري أن من ناحية إذا لم يعيب أنك البرنامج تقول دكتور عادي لا لا أنا أتكلم صراحة أتكلم صراحة الشفافية من قيم الهيئة صحيح صحيح ما فيها زعل يعني لو شيء زين منقول أنا زين والشيء ما بشيء بموك ما بشيء بس الأمانة أن الحمد لله أنا كنت من المحظوظين التي تم تخالف البرنامج هذا ترشيح من البرنامج وأنا حدثت أن صراحة على مرور يطني البرنامج يطني الأختميات قال لك 18-19 فكان الموضوع أن طريقة العرض للبرنامج أن يعطونك مهارات تطبقها تستفيد منها تطبقها في حياة اليومية تطبقها على شغلك فتعطيك وقت لتهظم المادة التي أعطيك إياها تشرك الناس الثانية معك في الفريق في المستشفى في الميدان يعني فتشوفون ما تعطي والموضوع كانت فرصة أن أتعلم مهارات ثانية يعني نحن مغمورين بالسيرفز نتعلم ما تنسوي الشيء غير يوم تأخذ نقاش من تولز في أدوات تستخدمها في حياة الحياة المهنية تفرق معاك فهذه فرقت معانا في أشياء ومنها قالتك البروجيكتات المشاريع التي سووها الفريق يسويها ويعرضها في جون هوبكن أو خلال التدريب على مدار ثمانة شهر أعطت مفهوم ثاني لمعنى الإدارة بطريقة التي تماشى مع استراتيجية الهيئة والكلام الذي كان صعب عليه نفهمه قبل نفهمه بس ما نطبقه أحيان لا نبغي طبقه وهذا علينا مسؤولي ثاني بعد البرنامج هذا أن نعم هذه الأشياء التي خذناها لجب أن نطبقها ونحسن في الخدمة خدم المرضى والهيئة فأنا من تقييم البرنامج راح تدقي شهدت مجروحا لأننا استفدت منه نطبق كذا موديول كذا محور منه في في التطبيق في المهني في شغلك اليوم ففرق معي في أشياء ممتاز فهذه الحمد لله نعم يعني بالعكس ونشكر القائمين اللي رشحون لهالبرنامج ورتبوا البرنامج هذا جميل دكتور يعني أنا أنا شاكر لك هذه المداخلة أيضا نتمنى لك من توفيق ما دري خلص البحث ما لك ما لتخرج نحن خلصنا البحث معنا ونحن نخلصين ونحن تقييم بعدما تطبيقها نقيم تطبيقها يعني تقييمنا تطبيقها الحمد لله في الفترة الأولى فساعدت منها نعطي كياها بس نبضي عنها تقصير رحلة المريض في العيادة الخارجية بدون منظر على كفاءة الخدمة المعطاة ولا جودة الخدمة الحمد لله فرقة معانا يعني أنت أنت سويت المشروع ودراسة عملية على طول واستفت منها تطبيق على طول هي هي تطبيق عامي عشان كمبدأ الهدف المشروع الأكبر نتطبيقها كل هي أنا قد أنا طبقتها على عيادة واحدة على تخصص واحد ممتاز على عيادة يعني العيادة هي عندها 17 غرفة عيادة في الأسبوع ممتاز 17 دكتور يحضرون فرقة معانا يعني تخصر رحلة المريض من 7 دكتور إلى 20 ديجا وهذه دينة يعني حجة ممتاز يعني أنت وفار تقريبا أكثر من نصف المدة والله رحلة المريض تتراوح يعني تأكد نحسبها بالوقت اللي المريض يقطي في العيادة فيه فايدة ولا ما فيه فايدة بس أنا أحسن المجتمعين الكامل يفهمون الوقت اللي فيه فايدة اللي هو مع الدكتور مع الممرض مع الصدلية فأنت حسنت رحلته هذه تحسين تحسين الرحلة تحسين الرحلة الرحلة المتعامل أثناء تواجدة في هذه العيادة إن شاء الله يتم تعميمه دكتور على فإن شاء الله لأننا أمل يعني يتبينون المشروع يتعملون على كل هذه والله نحن كلنا أمل فيكم دكتور بينكم أنتم يعني قيادات القادمة وأيضا تعتمد عليكم أو يعتمد عليكم القطاع الصحي بشكل كبير إن شاء الله ليأخذ يعني الراية نحو المستقبل شكرا جزيلا لك دكتور جمال صالح شكرا جزيلا شكرا جزيلا مع السلام مع السلام مع السلام معاد أنا ليش ارتقيت أن الشخص نفسه التحق بهذا البرنامج يطلع معانا ويتكلم عن هذه التجربة لأن بالفعل هناك الكثير يعني ما حد يقدر يتكلم ويقيم هذه التجربة كثر الشخص اللي أنضم لها صح دكتور جمال واحد من الأشخاص اللي أنضموا وما أدري إذا قدرنا نأخذ حد بعد كذلك ما أعتقد وقت البرنامج بيسعفنا ولكن يعني دكتور جمال تكلم عن واحد نقاط من ضمنها اللي أنا شدثني حقيقة أن مشروع التخرج عنده بدأ يطبقه صحي بدأ يطبقه عنده في المستشفى وبدأ وأيضا طلعت من خلال نتائج تحسينية ويسعى أن يعني يحاول قدر الإمكان أن يتم تعميمه على مختلف العيادات اللي موجودة في مستشفى دبي وأيضا من خلال مستشفيات الحقيقة صحي صراحة عدد من المشاريع اللي طلحوها فرق العمل البرنامج كانت من المشاريع المتميزة اللي إن شاء الله راح تتبناها الهيئة في تنفيذها في أحد المرافق وأحد المستشفيات وتطوير خدمات الهيئة بشكل عام وإن شاء الله يمكن هذا راح يتحدد إن شاء الله على السبوع الياي ونحن كلنا أمل إن شاء الله في أن يتم تحقيق وتبني هذه المشاريع من قبل يعني اللي يشدني بعد كذلك أن عملية استقطاب هذه الخبرات العالمية يعني أنتم لم يدخلينهم دورة تدريبية أو برنامج تدريبي ويدخلون وكذلك أنتم ماختينهم في رحلة رحلة كاملة التسع شهور مدتها برنامج كامل كان يدرس ماستر حتى الميزة كان في عرض المشاريع تم عرض هاي مشاريع التخرج على جون هوبكنس نفسهم والقادة اللي موجودين فيها وخذر منهم فيدباك وتطوير للمشروع نفسه بما أن كانت في بعض الخدمات مطبقة عندهم في جون هوبكنس فخبرتهم اليوم بتفيد هيئة الصحة فكان بالعكس كانت الزيارة وكانت المعلومات اللي تم إضافتها من قادة جون هوبكنس كانت أمور جداً إيجابية على المشاريع وغيرت ويد أشياء فيها صارحة جميل جون هوبكنس هذه واحد من الشركاء اللي معاكم في تنفيذ الدورة التانية جون هوبكنس هي أحد المستشفيات العالمية الأمريكية وشركائنا في تنفيذ البرنامج هم جنرال ألكترك نزيل خلينا نتكلم عن الشركاء الهيئة في تنفيذ البرنامج ككل يعني بس هم هذين هل في شركاء آخرين لا هم هذين الاثنين اللي كانوا طيب الدورة الأولى من هو كان معنا كانت كلية محمد براشد للإدارة الحكومية كانت من أحد مميزي واللي هي كانت بداية برنامج رواد الصحة وكانت المرحلة الثانية اللي هي كانت مع جنرال ألكترك وإن شاء الله بنشوف إن شاء الله المرحلة القادمة هي المرحلة الثالثة لبرنامج رواد الصحة شغالين عليها وإن شاء الله بنفيدكم بعدها بعد ما ناخذ الموافقة النهائية نزيل الشيء ذكرتي إنه بيتم عرض جميع هذه المشاريع على قيادات الصف الأول والمدير العام صحيح خبريني عن هذه التجربة يعني شو اللي بيصير فيها بالضبط طبعا هي بتكون عرض المشاريع من قبل فرق العمل طبعا بتكون هاي لفل على المدير العام والمدراء التنفيذيين وبتكون فيها جلسة نقاشية بعض الأسئلة من السواء من المدراء التنفيذيين أو المدير العام يمكن شوي يحطون التيم تحت شوي يسئلونها بعض الأسئلة وبعدها إن شاء الله راح تتبنى هاي المشاريع من قبل المدراء التنفيذيين لتنفيذة وتفعيلة في هيئة الصحة بدبي جميل نجات في مسج يقول السلام عليكم عندي شكو على مركز الطوار الصحيح حاول الاتصال لكن الرقم كان يقطع الارسال شوفي إذا بيطلع معانا على هو عندنا أعتقد دقيقتين ممكن إذا قدرت تأخذينا يليت طيب السادة ميعاد آخر شي شو تبغين تخبرين عن هذه الدورة أو محور شي نحن نسينا نتكلم عنه بخصوص هذا البرنامج طبعا البرنامج ممكن تكلمنا بشكل عام لكن أتمنى مشاركات يعني الفرصة تسمح لجميع القادة سواء كنا قيادات صف أول أو ثاني للاستفادة والمشاركة في هذا البرنامج وإن شاء الله يكون في مجال إن شاء الله ننزل اليوم لقيادات الصف الثاني وإن شاء الله هذا راح تكون مشارعنا الياية في برنامج رواد الصحة 30 شخص ما بشوية على مستوى الهيئة إن شاء الله نزيد إن شاء الله نزيد إن شاء الله تعالى طيب أنتوا ناوين في كل أحوال أن هذا البرنامج يشمل حسب الطموح يعني التمني إن شاء الله يصير يشمل كالموظفين في هيئة الصحة في دبي ممكن يدخلون ضمن هذا البرنامج على أساس أن يتهلون لأن هذه ثقافة مؤسسية يجب أن تعزز في هذه المسألة وإن شاء الله يا رب يعني تؤتي أكلها على مثل ما يقولون أستاذة ميعاد الهاشمي نحن شاكرين لك يعني تواجدت معنا شاكرين لك هذا الحضور شكرا على هذا الجهد اللي تقدمون حقيقة في يعني رفع مستوى وكفاءة موظفي هيئة الصحة في دبي وبالأخص أننا لما تكلم عن القيادات المواطنة أن يتم تمكينهم بهذا الشكل لأن مثل هذه البرامج أكيد راح تضيف الكثير من المعرفة إلى هؤلاء الموظفين والقيادات شاكرين لك أستاذة ميعاد مسؤولة برنامج رواد الصحة أنت أيضا رئيسة قسم رئيس قسم التدريب رئيس قسم التدريب في هيئة الصحة في دبي شكرا لك شكرا نكسر شكرا نجاة السويدي كانت معنا في التنسيق كل شكر لي يوسف سعد في إعداد هذه الحلقة أيضا أنا أشكر ميثة ميثة من زمان ما طلعت فيانا اليوم يعني موجودة معنا في البرنامج شاكرين لك وجودك معنا يعني في رمضان إن شاء الله نحن تكون حلقاتنا بمركز فيها على الكثير من المواضيع التي تخص رمضان يمكن خلال الأيام القادمة ما نتحدث عن الاستعداد لرمضان كيف أنك تستعد لرمضان بشكل صحيح فأنا إذا تأخذون نصيحتي حاولوا من الحين يعني تكيف نفسك أنك تقلل معدل الأكل عندك قلل معدل الأكل قد ما تقدر حاول أنك تتقلل كافيين إذا كنت مدخن خفف التدخين يمكن سبحان الله الله يهديك وتترك التدخين خلال شهر رمضان أيضا يعني حاول قد ما تقدر أنك أنت تلتزم ببعض السلوكيات منها المشي المشي وائد مهم إذا قدرت تسوي لك نص ساعة قبل الأذان مشي بعد هذه يعني أنت ما شاء الله عليك يعني رياضي بتكون أيضا بعد بعد الفطور يعني أنا تقبل رمضان ولا قبل الفطور ما أتذكر عموما يعني قبل الأفطار نص ساعة مشي لا تدل جهد عالي بس مشي نص ساعة مزي وبعدها أفطر صلي التراويح أي من الله خير بدأ الماتيلس والميلس سألعب لك رياضة بعد دورات رمضانية أقولكم دورات رمضانية لدي الشون صراحة كرة قدم فرمضان أعوذ بالله منهم قصابين الصراح يعني واحد ما يدخل دورة إلا يطلع يا ريلا مكسورة يا بكسف عينة أحين خليتين نفتح هذا الموضوع تبغيين تختمين خلاص أحين ما يدخل تقول لي اختم الحل طيب نشوفكم إن شاء الله باتشر مستمعين حتى ذلك الموعدة قبل وتحياتي محددكم محمود يوسف العدي ونقول لكم دمتم بصحة وسلامة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي